في محافظة أبيان بداية جيدة لموسم الأمطار لكنها ليست هكذا بالنسبة للمزارعين في منطقة الجبلة إحدى أهم المناطق الزراعية في دلتا أبيان بعد أن تسببت السيول في جرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية دون أن تضع السلطة المحلية ممثلة بمكتب الزراعة والري في المحافظة أي معالجات ممكنة لحماية الأراضي الزراعية من جرف السيول ناشد السلطة المحلية وناشد مكتب الزراعة ومكتب الرعي وناشد الآخر المحافظ لأن هذه الأمور هي أمور ذاتية يقوم بها المواطن في منطقة الجبلة يعني يدافعوا من مبالغ يصلحوا هذه القوائز ويصلحوا الشبوك إلى متى سوف يتم نظر إلى منطقة الجبلة يؤكد المزارعون على أن نسبة كبيرة من الأراضي جرفت جراء تدفق السيول بكميات كبيرة بعد انهيار الحواجز المائية المستحدثة التي أقامها المزارعون لحماية أراضيهم إلا أن غياب الخطط الهندسية في كيفية بناء الحواجز والمصدات المائية كان سببا في جرفها وكما هو الحال في معظم المناطق الزراعية تبقى الكثير من المساحات عرضة لجرف السيول الموسمية لوقوعها بالقرب من الأودية وبحاجة إلى خطط هندسية في كيفية إنشاء الحواجز الدفاعية لحمايتها من الإنجراف خصوصا بعد أن تجاوزت نسبة الأراضي التي جرفتها السيول قرابة العشرين فدانا في هذه المنطقة فقط لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان